بعيدا عن هذا وذاك نرى الحوار الآن صار ما بين القوائم الحرة وما بين تشكيلات السياسية أو الحزاب السياسية وكأن إحداها بيدها عصى سليمان السحرية لتحويل البلد إلى جنة برمشت عين في خلال عهدة برلمانية وكأن البرلمان هذا اليوم هو اللي راح يقلبن البلاد هذه لكن السيد عبد الحافظ ما تقترب هذا هو التصور اليوم لما نشوف كل حزب سياسي وكل مترشح في القائمة الانتخابية يقول لك نطمح لفعل كذا وكذا وكذا حتى الصورة كأنه اليوم النائب للبرلمان اللي راه يجي كأنه عنده العصى السحرية بإمكانه أن يغير المشهد لماذا أنا قلت هذا الأمر العصى السحرية لأن الناس فقدت الثقة لأن الناس شافت الوعود السابقة المبنية على الوعود الكاذبة خلال عشرين سنة نحن الآن أمام مفترق طرق الحراك المبارك أنتج وضعية سياسية لازم نفهمها ويفهمها الناس كامل ونفهمها احنا كتشكيلات سياسية وكأكفاءات وطنية وكأحرار نحن نخدم بلادنا ونتفقوا جميعا على هذا الرؤية الوضع الآن الحالي يقتضي منا أن نتعامل معه كما هو موجود لأنه ما نقدرش نصنع وضع آخر الوضع الآن الحالي هو نتاج إرهاصات لمدة عشرين سنة أو أكثر وصلنا فيه إلى درجة الانحدار الشديد البلاد اليومرة على كفة كفة عفريت البلاد اليومرة هي ما أنقذناها شيئا إما الروح إلى هوية نفق المظلم الاقتراحات السياسية المتعلقة بها ما نسميه بال عفوا المراحل الانتقالية شكرا أو الروح إلى حالة من الفراغ ومن الإنسدات اللي ما يشترهن نحن ولكن ترهن حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا الدينار روي نهار الصرف روي نهار الوضعية الاجتماعية ريت نهار الاقتصاد روي نهار معناها إذا كان بقينا في هذا الوضعية وبقينا الحزب الفلاني والقائمة الحرة الفلانية هنا عندنا في الأحزاب اللي جدت نفسها وقدمت مرشحيها وعطاها الشعب مبروك عليها القائم الحرة اللي كانت الكفاءات فيها مقيدة لأنه العشرية أنا قلت وصلنا إلى نتاج النتاج هذا وش كان كانت فيه كثير من الكفاءات الوطنية ما تقدرش تدخل الأحزاب لأنه ما عندها شكارة ما تقدرش تدرج في الأحزاب اللي كانت مسيطرة على نظام الحكم لأنه ما عندهاش قوة ما عندهاش مستوى توصل به مش مستوى علمي ولكن مستوى فساد تصل به إلى هذه المرحلة من بيش تكون على رأس قوائم تترشح وتتغير الآن يا إما نرجع إلى هيمنة معينة سابقة وهدرناها لمدة عشرين سنة أخرى بتشكيلات ما ما نذكرهاش الشعبي عارفها والناس كلتا عارفها نزيد ونجيبوا بيها عشرين سنة أخرى من الفساد والإنحدار ونقول إذا كان ما أنقذناش الآن الفساد رح يكون أكبر والإنحدار رح يكون أكبر ورح نصر إلى هوية لقدر الله أننا نتصورها أو نمشي إلى عملية تواصلية بين كل المترشحين من أجل أننا نقدمه للأقل إضافة لأن الإضافة هذه البرلمان مش سلطة تنفيذية البرلمان سلطة تشريعية البرلمان يبادر البرلمان يسائل الحكومة البرلمان يقوم بأعمال متعلقة بالتشريع التشريع هذا يمكنه باش يكونوا واقعيين وثاني نستفهم يمكن لهذا التشريع أنه يفك القيود على كثير من الفرص الاستثمارية يفك القيود على كثير من الممارسات اللي راهي محليا مزيرة يفك القيود على كثير من الأمور لا بد أن يدرك كل هذه التحديات اللي راهي اليوم تواجه باش يكون أنا مترشح أنا مشيت في قعي ما حرة شباب تنمية الجزائر افتحناها لكثير من الكفاءات وتواصلنا اليوم في بداية الحملة مع كثير من فعاليات المجتمع على مستويلات سطيف لتبليغ رؤيتنا لأنه قلناها البارح وقطعنا عهد على أنفسنا أننا ما نشرح نمده سكنات وما نشرح نمده ونمده بباني ما نشرح نمده أموال إذا كان من أنفسنا الرشد الممارسة السياسية والرشد العمل السياسي معناه أنه ما يكفيش فقط أني نجيب برنامج كل الأحزاب اللي عشرين سنوية تفسد كان عندها برنامج وبرنامج رائع للورق لكن تطبيق أين ورق أين نحتاج إلى شخص يرجع الثقة للمواطن نحتاج إلى يرجع بفعله وقوته وممارسته الثقة لهذا الإنسان اللي حط فيه صوته وبالتالي على الأقل لما نرجعوا جسر الثقة نقدروا نقلعوا نحن نقلعوا نقلعوا